أهلا بكم نتحدث في هذا الفيديو عن كيفية إلغاء ترحيل فاتورة المبيعات والتعديل عليها أما في حال أردنا التعديل على فاتورة سابقة فإن ذلك يتم من زر التعديل فتظهر لنا الفواتير القابلة للتعديل وهي الفواتير المعلقة والغير النهائية أما الفواتير النهائية فإنها لا تظهر في شاشة التعديل حتى يتم إلغاء ترحيلها وسائل التعديل لدينا وسيلتين للتعديل الأولى وهي التعديل على بيانات الفاتورة كتغيير الصندوق أو تغيير العميل وبعض البيانات الأخرى ويتم ذلك من إرشيف الفواتير تحديد الفاتورة المراد التعديل عليها وإن كانت الحركة لفترة سابقة فإنه يتم التعديل على التاريخ إلى تاريخ تلك الفاتورة ليتم استعراضها ومن زر التعديل على البيانات وعندها يتم التعديل على البيانات المراد التعديل عليها أما الطريقة الثانية فهي تلك الطريقة التي يتم فيها التعديل على كافة بيانات الفاتورة يستثنى من ذلك التعديل على المبلغ المستلم كون عملية التعديل له تتم من سندات القبض وكما أسلفنا بأن ذلك يتم من زر التعديل الموجود في شاشة المبيعات أما لتلك الفواتير المحفوظة بحالة نهائية فيتم أولا إلغاء ترحيلها من تهيئة إعدادات إلغاء الترحيل نحدد النوع فواتير مبيعات ثم رقم الحركة المراد إلغاء ترحيلها ثم إلغاء الترحيل ثم نكتب سبب إلغاء الترحيل حفظ ثم تأكيد الحفظ نعود مرة أخرى إلى شاشة المبيعات ونضغط على زر تعديل نلاحظ أن الفاتورة أصبحت موجودة في شاشة التعديل وبالإمكان التعديل عليها وعند الانتهاء نعم الحفظ ملاحظة بآلية مشابهة تتم عملية الإضافة والتعديل على فواتير المبيعات الخدمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر